اجمل البلدان العربية لقضاء عيد الاضحى في عيد الاضحى تنبض الوجهات السياحية العربية بالاجواء الاحتفالية اذ تقدم النشاطات الترفيهية الجذبة لكفة افراد العائلة علما ان البلدان العربية تزخر بالاماكن السياحية التي تعكس ثقافة وحضارة كل بلد منها عمان تتمتع عمان بجاذبيتها الخاصة مثلها مثل اي مدينة اخرى في العالم قد تكون منطقة صغيرة ولكنها مزيج مثير للاهتمام من الاثار القديمة والمجتمع الحديث بالتأكيد يجذبك بنى المسرح الروماني خلال فترة حكم انطونيوس بيوس في القرن الثاني وهو كبير جدا بحيث يمكن ان يستوعب حوالي ستة الاف شخص انه مبني بشكل استراتيجي على سفح التل لابعاد اشعة الشمس عن المشاهدين المسرح ليس مجرد واحد من افضل الاماكن التي يمكن زيارتها في مدينة عمان بل هو ايضا اكثر الاماكن اثارة للاعجاب في رومان فيلاد الفيا مركز برية الاردن مركز برية الاردن ليس من الاماكن القديمة في عمان انه مقهان مملوك من قبل الجمعية الملاكية لانقاذ الطبيعة يتمتع المقهى الهادئ والحديث بموقع جميل يطل على افق عمان يمكنك قضاء امسية هادئة هنا انها بالتأكيد واحدة من افضل الاماكن للذهاب في عمان مع الاصدقاء مسجد الملك عبدالله الاول في عمان من اجمل الاماكن التي يمكن زيارتها تم بناء المسجد بين عامي الف وتسعمائة واثنان وثمانون والف وتسعمائة وستة وثمانون وهو مثال رائع للتصميم الاسلامي الحديثي لاها قبة زرقاء رائعة بشكل لا يصدق حيث يمكن انيسلي ثلاثة الاف مصري يوجد متحف داخل المسجد يحتفظ بمجموعة فخر وصور لجلالة الملك عبدالله الاولي القاهرة هناك الكثير من الاماكن التي يمكنك زيارتها في القاهرة خاصة اذا كنت سافرا الى العاصمة المصرية لاول مرة اذا كنت ترغب في الابتعاد عن الازدحام الحديث وحركة المرور المربكة فيمكنك دائما البدء من اهرامات الجيزة يقع جامع الازهر في وسط حي القاهرة الاسلامية وهو احد اقدم المساجد الباقية في العصر الفاطمي يجعل العرض المعماري والاجواء الهادئة من اروع الاماكن السياحية في القاهرة يمكنك دخول المسجد عبر بوابة الحلاقين وهي المدخل الرئيسي تذكر ان تضع حذاءك جانبا عند دخولك الفناء المركزي واستكشاف المسجد من الموقع المركزي يمكنك مشاهدة المئاذن الخمس للمسجد ومدرسة الطبرصية بعد ذلك ستصادف قعة صلاة الواسعة خان الخليلي تأسس خان الخليلي في القرن الرابع عشر وهو احد اكثر الاماكن شهرة في القاهرة هناك متاهة من الازقة التي ترتبط ببعضها البعض لتشكل سوقا حيويا هنا يمكنك تجربة القاهرة في العصور الوسطى وعلى هذا النحو فان الاهمية الثقافية والمالية لهذا السوق لا يمكن انكارها قم بزيارة المتاجر صغيرة لشراء المنتجات المصرية الاصيلة انه ايضا المكان المثالي لشراء بعض الهدايا التذكارية مثل الاواني الفضية والبخور والفرعون القديم وما الى ذلك لا تنسى تذوق الاطباق الشهية في مقهى الفيشاوي او مقهى اللوردي اذا كنت محظوظا يمكنك ايضا مشاهدة الاحتفالات الصوفية بالعروض والكرنفيالات اذا كنت حريصا على فهم التراث الاسلامي في القاهرة فان متحف الفن الاسلامي هو مكان مثالي للاستكشاف ستجد هنا مجموعات اسعار وعروض تحافظ على الاعمال الفنية الرائعة في الشرق الاوسط تأكد من الاستمتاع بالبلاط العثماني والتطعيم الخشبي المصمم بشكل معقد وما الى ذلك لا تنسى مشاهدة المصاحف المميزة وعرض المجوهرات المزخرفة الثقيلة علاوة على ذلك يجب عليك ايضا زيارة غرف العلوم وعلم الفلك والقاء نظرة على قطع المعدات المختلفة والمجموعات الاخرى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر